تنين نقطة مهمة جداً يا كابتن وايل وعايز أتكلم معك بمنتهى الصراحة فيها بنسمع دايماً نقول إن الحكم اللي بيخطئ في مطش أهلي طرفه أهلي أو طرفه زمالك ما بيشوفش تحكيم تاني الكلام بس صحيح؟ يعني مش بالزبط كده بس طبعاً بفي تأثير كبير خاصةً في مطشوط الأهل وزمالك لو الحكم أخطأ بيبقى فيه تأثير كبير جداً إن احنا بنريحه شوية بنجنبه شوية المطشوط يعني الضغوط الجماهير والميديا والكلام دا كله يعني هل الخطأ في مطش الأهلي زي الخطأ في مطش الزمالك بنسبة متساوية؟ يعني مش هنقول بنسبة متساوية قوي هنقول لا طبعاً لما بتخطأ في مطش الأهلي يعني إلى حد ما بيبقى الضغوط أكبر شوي حق ده حق ربنا يعني أكبر من لو أخطأت في مطش الزمالك يعني تقريباً يعني وعلى إثر ده ولكن طبعاً الآهل والزمالك طبعاً يعني عندها كبار جدا وليه مش عبيته بس دايما لما بيحصل خطأ في مواتش الأهلي بتبقى الضغوط كبيرة جدا الإعلاميين بيدغطوا على لجنة الحكام بيدغطوا على الحكم بيدغطوا على كل المنظومة فيعني بيبقى فيه تأثير شوية وعلى إثر ده اللجنة بتبتدي بقى تفكر تعيد تفكيرها بعد كده ان الحكم ده يريح شوية طبعا طبعا سواء الأخطأ في القاتل الأهلي أو الأخطأ في القاتل الزمالك بس بنسب زي ما حكي قلت آآ آآ بنشوف على حجم الخطأ وبنبدأ يتعاقب ويبدأ نجنبه شوية طب سؤالة كابتن واقل هل عندنا حكام يعني مواصفاتهم أو إمكانياتهم الشخصية سماتهم الشخصية بيتخض يعني ممكن يكون حكم كويس قوي بس يجي في مواتش أهلي مواتش الزمالك الضغوط بتخليه ما يزهرش بمستوى المعتد هو هو احنا بشر احنا بشر وأكيد الحكم بيتقصر أكيد كل الناس بتتقصر بنسب يعني في حكام في حكم بيعاند لو لقى الجمهور عمال يضده بيروح معاند بس احنا عندنا حكام يعني أقسم بالله العظيم عندنا حكام فوق الممتاز مستوى يعني التالنت البشري موهوبين يعني أمين عمر محمود البنة محمد عادل لو قلت الحركة مفاجئة أنا كان عايز يشيل محمد عادل من القايمة أصلا كان عايز أصلا مكنش عايز يحطه وأنا قاعد كان معايا في عربيتي وإحنا بنتكلمنا وهو وقال لي أنا مصمم إن أنا محطش محمد عادل وأنا الصح محمد عادل تاريخه إيه في أفريقيا قلت له ما بتحسبش كده ما بتحسبش كده محمد عادل في أفريقيا محمد عادل ده حكم كبير جد اتظلم في أفريقيا مش اتظلم يعني أتظلم أنه كان قابليه الكابتن جهاد جريشا وكان الكابتن إبراهيم نوردين كانوا في التصنيفات في الكاف كان الكابتن جهاد كان موجود في كل البطولات كان موجود في كل البطولات فمحمد عادل مخدش حقه قوي لكن محمد عادل حكم كبير جد قلت له محمد عادل ده هنحتاجه هتيجي متشاط في الدوري محنا محتاجين مين اللي اخترت أقم التحكيم الأجنبي الأخير اللي حكم أهلي وبرامنزا كبتن وعلي أنا بصراحة المعلومة دي عشان برضو ما بقاش يعني دقيق فيها أنا مش هادر أقولك لأني ما قالوا ليش يعني اللجنة ولا الاتحاد ولا مين كان الأهلي وبرامنزا تكتانى أنا من يوم واحد سبعة لا أنا بكلم في الطبيعي اللجنة هي اللي تختار ولا الاتحاد هو اللي لا اللجنة طبعا اللي تختار لا الاتحاد لا بصراحة حتى ربنا ما بيدخلش شكرا